مساء الخير عليكم معاكم زميلكم مادونة غطاس النهاردة هنبتدي شرح المنهاج اللغة العربية الفرقة الثالثة قسم اللغة الانجليزية وهو بيتكلم عن الأدب والمسرح هنبتدي شرح أول حاجة بدايات المسرح المسرح هناخده على تلات محاور بدايات وهناخده على تلات محاور هو المسرح الفرعوني والمسرح اليوناني والمسرح عند العرب هناخد نبتدي الأول بالمسرح الفراعوني وهنتكلم فيه عن أربع نقاط أساسية أصوله رتباطه بالموسيقى أقدم المسرحيات الفراعونية وصفات المسرح الفراعوني أول حاجة أصوله إن أصول فن الدراما أو فن المسرح ترجع إلى تقص الدراما الدينية في مصر القديمة يعني أول حاجة في المسرح الفراعوني تده فيها تقص الدراما الدينية في مصر القديمة قبل أن تنتقل إلى بلاد الأغريق معنى كده يبقى الفرعوني كان قبل بلاد الاغريق تمام وكان عبارة عن تقصى درامية في المصرح في التقصى درامية الدينية عفوا وهذا ما أثبته عالم مصريات ماس بيرو حيث أثبت أن لدى المصريين قصصا غنائية تمثيلية ظهرت في عصر الدولة الوسطى 1200 قبل الميلاد دي أصوله يبقى هو يرجع أصله لتقصى الدراما الدينية في مصر القديمة ماشي وهذا ما أثبته العالم مصريات ماس بيرو حيث أثبت أن لدى المصريين قصص غنائية تمثيلية يبقى معنى كده أن ظهر عنصر الغناء فيها ماشي وظهرت إمتى القصص دي في عصر الدولة الوسطى 1200 قبل الميلاد ارتباتوا بالموسيقى بقى أن أصول الدراما عموما تتولت في حضن الموسيقى والغناء وبنهم معروف أن الفراعنة هم أول شعب عرف الموسيقى واخترعوا الناي والهارب وعرفوا الرقص الإيمائي الرقص الإيمائي هو الرقص بالحركات دون كلام ماشي الإيمائي الراقب وسواء فردي أو جماعي ألا سيجبه فن البالي حاليا يبقى قلنا أصوله أنه أصله طقس الدراما الدينية اللي ظهرت في المعابد في مصر القديمة وأكده عالم مصريات ماس بيرو أن المصريين قال لهم عندهم قصص غنائية تمثيلية ظهرت في حصر الدولة الوسطى 1200 قبل الميلاد وطبعا نعرفنا أن أصول أي دراما أو أي مصيحية تتولد في حضن الموسيقى بذلك فإن المصريين القدماء هم أول شعب عارفوا الموسيقى واخترعوا الناي والهارب وعارفوا الرقص الإيمائي الفردي أو الجماعة الذي يشبه البالي فن البالي أقدم المصريعيات عندنا مصريحة مهمين جدا بنسبة لمصريحة فرعوني هي مصريحة دراما الخلق دراما خلق العالم بواسطة الإله منفيس حيب إحنا بنحكي عن دراما خلق العالم بواسطة الإله منفيس وبتروى فيها برضو مأساة أزوريس وست وحورس اللي هي مأساة أزوريس اللي هو رمز الخير والنماء والصراع بينه وبين أخيه ست رمز الشر وتصور رحلة حورس لانتقام من قاتل أبيه ست تمام؟ دي أول حاجة يبقى دراما خلق العالم بواسطة الإله منفيس المنفيس هو الخلق العالم وبيحكينا الصراع بين حورس وسط وأزوريس فيه تاني مسرحية مهمة برضو مسرحية التتويج دي هي تصوير مشاهد دفن الملك أي ملك يبقى كانوا دي تقسى كل المسرحات دي مش عبارة عن مسرحية هي تقسى الدراما الدينية تقسى في الدين وتتصور على المعابد فعشان كده كانت أشبه بالمسرح تاني حاجة مسرحية أو تقسى التتويج وهي تصوير مشاهد دفن الملك وتكسيد مشاعر الحسن لدى الجوفة الجوفة دي جماعة المغنيين المعددين يعني هي بتصوير مصرحية التتويج دي يبقى تقسى دفن الملك وتكسيد مشاعر الحسن لدى الجوفة اللي هما جماعة المغنيين وهي تتغنى بمآسره في إطار التقديس والتقدير تتغنى بمآسره يعني بتعدد عليك من محصنه تمام؟ في إطار من التقديس والتقدير بتقدره بتقدر المية ده دي قلنا أقل من مصرحات عندنا دراما خلق العالم ومساعة التتويق صفاته صفات المسرح الفرعوني عندنا الصفاتين المهمتين ليه اللي هو ظل المسرح الفرعوني أثير المعابد وارتبط بالتقوس الدينية دي أول صفة تاني صفة لم يصور المسرح الفرعوني حقاية البشر وهنشرح كل الصفة من دول أول صفة نشرحها ظل المسرح الفرعوني أثير المعابد وارتبط بالتقوس الدينية ليه؟ لأن المسرح في كنف الدين إصلاح يعني في نظر الكهنة إن المسرح في كنف الدين أو في ظل الدين هو إصلاح أما إذا خرج عن المعبد فهو شيء آخر لا يرتقي لمرتبة القداسة يبقى ليه ظل المسرح في أسير المعابد وارتبطة بطقوس الدينية لأن المسرح في نظر الكهنة إنه مدامة في ظل كنف الدين أو في ظل الدين هو إصلاح أما إذا خرج عن المعبد فهو شيء آخر لا يرتقي لمرتبة القداسة طب أدى ذلك إلى إيه؟ أدى ذلك إلى منعه من التطوير منع المصرح نفسه من التطوير ظل أسرين معابد ما تطورش سواء في اللغة أو في العرض أو في الشكل أو في المضمون دي أول إيه صفة من صفات المصرح الفراهوني تاني صفة لم يصور المصرح الفراهوني حياة البشر ليه لأن المصرح عندهم أو دي تقصة مش مصرح أولا لأن المصرح عندهم هو دي تقصة دينية تصور الآلهة وحياتهم وكان هناك فقوة بين عالم الآلهة وعالم البشر البحيش ولم يستطيع فن المسرح تخطيها دي معنى المسرح عندهم كان عبارة عن طاقسة دينية بتصور حياة الإله والآلهة وحياتهم والعالم الآخر فكانت أبعد عن حياة البشر وأن المسرح نفسه فكرته قايمة على تصوير الحياة الاجتماعية أو في أغلبه تصوير حياة اجتماعية أو احتكاكه بالبشر فما كانش فيه احتكاك بين عالم الإنسان أو عالم البشر وعالم الآلهة فعشان كده فيه فجوة كبيرة من عالم الإلهة وعالم البشر بحيث لما يستطيع فن المسرح تخطيها فعشان كده هو مصورش حياة البشر ده كده بالنسبة للمسرح الفرعوني هناخد المسرح عند العرب وهنستوقف شوية مش هناخد المسرح اليوناني لأن المسرح اليوناني هيؤدي التطور إلى المسرح في الغرب أما المسرح عند العرب هيؤدي التطوره إلى المسرح الحديث اللي احنا وصلينه في عصر الحديث فهناخد المسرح عند العرب وبعد كده هناخد المسرح اليوناني وتطوره كله لغاية مصر للقرن العشرين بعد كده هنرجع لتطور مسرح العرب عند العرب اللي هو من بعد محمد علي يعني احنا هناخد دلوقتي مسرح من عند العرب من عند الجهلية لغاية محمد علي بعد كده هناخد المصرح اليوناني وتطوره كله في الغرب لغاية العصر اللي احنا فيه وبعدين هنرجع تاني من بعد محمد علي لان احنا عندنا شخصيات بعينها بندرسها من بعد محمد علي زيت وفق الحكيم ويصف ادريس وعبد الرحمن الشرقاوي وعقوب صنوع عندنا شخصيات من بعد محمد علي بندرسها عشان كده هنستوقف رغاية محمد علي لان ده هيبقى جملة احداثة على بعضيها ودي جملة احداثة على بعضيها التانية هناخد المصرح عند العرب بيقولك ايه ان العرب لم يعرفوا فن المصرح تمام يبقى كده واضحة صريحة العرب معرفوش مصرح العرب اللي هم تقريبا بدايات العرب او الجاهلية كمان بل عرفوا ايه الشعر فقط باغراضه المتنوعا من ايه من هجاء ورساء ووصف وغزل وفخر يبقى عرفوا الشعر باغراضه المتنوعا من هجاء ورساء ووصف وغزل وفخر كم عرفوا اشكالا من النسر كالخطب والوصايا والامثال والحكم يبقى عرفوا الشعر واشكال من النسر كالخطب والوصايا والامثال والحكم طب علل عدم معرفة العرب بالمصرح ليه معرفش العرب فن المصرح هناك أسباب تتعلق بالبيئة التي عاش فيها العرب أو البيئة العربية وهناك أسباب تتعلق بالشخصية العربية وهناك أسباب تتعلق بطبيعة فن المصرح نفسه ومدى استجابته استجابة فن المصرح لحاجات الإنسان في هذا المكان في البيئة الصحراوية يعني مدى استجابة فن المصرح لحاجات الإنسان في البيئة الصحراوية هل المصرح ده هيلبيه لإحتياجاتي فعشان كده هوجده ولا لأ بالبلد كده أول حاجة فيما يتعلق بالأسباب التي تتعلق بالبيئة العربية يرى العقاد في كتابه أثر العرب في الحضارة الأوروبية إن البيئة العربية لم تتعدد فيها أدوار الحياة الاجتماعية يعني إيه البيئة العربية لم تتعدد فيها أدوار الحياة الاجتماعية يعني بالبلد كده هم شغلتين ثلاثة للواحد عرفينهم هم علاقتين ثلاثة وعلاقة أب بابنه بمراته وعلاقة رئيس القبيلة وهما كان علاقات محدودة يعني ما كانش فيه أنماط من الحياة مختلفة يعني هو كان نمط واحد كمان من الحياة هي البيئة الصحراوية نرعى ناكل نشرب نسئل جمال يعني كان نمط ثابت وموحد ما كانش فيه حتى تطور فيه التطور ده ظهر بعدين لكن النمط ده ظل لسنين هو هو ما بيتغيرش نمط الحياة اليومية فعشان كده البيئة نفسها لم تتعدد فيها أدوار الحياة الاجتماعية وإيه دهلك إليه يعني وإيه دخل ده برضو بالتمثيل فإن التمثيل من الناحية الاجتماعية لا يقوم إلا على التجاوب بين الأفراد والأسر وكلما تعددت العلاقات وتنوعة المطامع والنزعات أسرية أو زادة أو كسرة تمثيل أو أسرية فن التمثيل يعني بقى فيه إسراء في فن التمثيل ماشي يبقى للبيئة العربية لم تتعدد فيها أدوار الحياة الاجتماعية فإن التمثيل من الناحية الاجتماعية لا يقوم إلا على التجاوب بين الأفراد والأسر فكلما تعددت العلاقات وتنوعة المطامع والنزعات أسرية فن التمثيل ده بالنسبة للبيئة يرى زكي نجيب في كتابه قشور ولباب ان عدم نشأة المسرح عند العرب يرجى الى عدم التفاتهم الى تمييز الشخصية الفردية فان الشرق طمس هوية الفرد فهو جزء من القبيلة لا وزن له الا فيها اما اليونان فالفرد عندهم هو محور الحياة بمعنى ان عدم التفات العرب الى تمييز الشخصية الفردية يعني انت ملكش لازمة الا وسط القبيلة يعني مفيش تفرد في الشخصية مفيش كل واحد ليه كيان وقائم بذاته لا لا ما عندهمش كده العرب احنا كيان واحد قبيلة كلها كيان واحد زي بيت العيلة كده احنا كيان واحد كلنا ايد واحدة مفيش حد فين اسمه مفيش الانة عندهم الفردية النزعة الفردية مش موجودة والمصر احنا والشرق ده بيقولك ان الشرق طمس هوية الفرد فهو جزء من القبيلة اللي وزن له الا فيها اما اليونان فالفرد عندهم هو محور الحياة فظهرت الفن المصرح اسريا في اسراءه في فن المصرح يرى بقى توفيق الحكيم في مقدمة مسرحياته الملك وديب ان العرب كانوا بدوا يرحل والمصرح يتطلب الاستقرار يبقى دي من حيث ايه اسباب تتعلق بطبيعة الفن نفسه ماشي يبقى ايه ثواني اسباب تتعلق بطبيعة الفن نفسه ان العرب كانوا بدوا يرحل والمصر حيث تطلب الاستقرار ولكن عندما استقروا برضو ظلوا متمسكين بنعرة قومية وتاريخية تمجد ماضيهم يعني حتى لما استقروا برضو متشبسين بالماضي بنعرة قومية وتاريخية تمجد ماضيهم الأدبي والصف والفكري فكان الشعر الجاهلي عندهم هو مثالهم الأعلى كما يرى نجيب محفوظ ان العرب اعتزوا بأنفسهم وبما عندهم من شعر ويلقبون أنفسهم بينهم الوزاء الفاتحون برضو حتى بيقولك طبيعة الفن نفسه انه عايز استقرار حتى لما استقروا كان عندهم نعرة قومية وتاريخية وتمجد ماضيهم الأدبي والفكري برضو ما سلمش التمجيد برضو من فن الشارع عندهم هو مثالهم الأعلى طب هل ترجم العرب فن المصرح نعم العرب ترجموه بس ما ترجموش فن المصرح بزادة هنشوف ازاي عندما ترجم العرب التوراث اليوناني وخاصة كتاب أرستو اللي هو كتاب اسمه ايه؟ فيق الشعر يبقى ترجموه اسمه فيق الشعر ماشي؟ وترجموه امتى اللي هو كتاب فيق الشعر في العصر عباسي في العصر عباسي فإنهم لم يترجموا الأعمال المصرحية يبقى هل ترجم العرب فن المصرح؟ لا ما ترجموش هما ترجموه كتاب أرستو اسمه كتاب فيق الشعر وترجموه في العصر عباسي ولم يترجموا الأعمال المصرحية طب ليه؟ لأنها ارتبطت المصرحيات عندهم ارتبطت بالأسطورة وبالعقائد الوسانية اليونانية تمام؟ ليه ما حابوش يترجموها؟ لأنه ارتبطت المصرح عند اليونان مرتبط بالأسطورة والأسطورة دي تتطويق ايه؟ بالعقائد الوسانية اليونانية وأثناء الترجمة برضو اللي حصل خلط ماتة بن يونس بين مفهوم التراجدية والكوميديا وبين لفظي المتح والهجاء دخل كله بعضه ماتة بن يونس لما جاء هو كتب يترجم كتاب في الشعر بس هو قرصه حقيقة ما كانش كتب عن الشعر بس هو ده كان طايتل أو عنوان الكتاب لكن هو تكلم كمان عن التراجدية والكوميديا فرح هو ماتة بن يونس رح تطبعه على الشعر المتح والهجاء يعني تطبق التراجدية والكوميديا على المتح والهجاء طب إيه اللي خلي يعمل كده لأنه رأى قرصه يعرف التراجدية بأنها فني جميل يمتاز بالنبل وتمجيد البطولات فقال ده متح يبقى خلط بين الشعر المتح عند العرب وبين التراجدية عند المصرح اليوناني ماشي ده الخلط اللي حصل لعمل وماتة بن يونس خلط بين التراجدية في المصرح اليوناني وبين شعر المتح وقال ليه بقى لأن الأرستو عرف التراجدية بأنها فني جميل يمتاز بالنبل وتمجيد البطولات والمتح بي مجد أي حد والبطولات بالزيت بينما تهدف الكوميديا عند أرستو إلى نقد المثالب والعيوب نقد العيوب فده نقد العيوب فرح هو ودهها ماتة بن يونس إيه للهجاء وقد ضلت هذه الترجمة للخطيقة وقد ضللت هذه الترجمة للخطيقة والخلط ما بين التراجدية والكوميديا ولف زي المتح والهجاء ضللت مين بقى الفيلسوف ابن رجد الذي أخذ يطبق الأصول التي وضعها أرستو للتراجدية والكوميديا على شعر المتح والهجاء العربيين يعني نتيجة للترجمة الخطيقة لماتة بن يونس اللي حصل ابن رجد صال على ناجو أخذ يطبق الأصول اللي وضعها أرستو للتراجدية والكوميديا على المتح والهجاء تمام؟ طب توجد إشارات تفيد بمعرفة العرب أشكال متعددة من العرض المسرحي أيوة؟ في إشارات عندنا إشارتين إيه هما؟ أول حاجة الأداء بالكلمة الممثلة يعني هعمله كلمة ممثلة إذن من قبل الحكائين والمقلدين في الشوارع والأسواق والتجمعات الشعبية يبقى كانوا عرب عندهم في الأسواق والشوارع والتجمعات الشعبية الأداء بالكلمة الممثلة بيمثلوا الكلمة أو أداء يعني التمثيل بالكلمة الممثلة الثاني حاجة عندهم إيه؟ الأداء بالكلمة الملحنة أي الغناء واستخدام الجسم البشر في نوع منفرد من الأداء واستخدموا بقى الجسم البشر ده نوع منفرد تاني من الأداء نوع تالي بس ده مش ده النوع الأساسي الأداء بالكلمة الممثلة وكانه فين من قبل من بقى الحكائين والمقالدين فين بقى في الشوارع والأسواق والتجامعات الشعبية أما تاني حاجة الأداء بالكلمة الملحنة أي الغناء ده في النوع الثاني طيب هناخد بدايات تطور الفن الفن بعد كده ظل بقى ساكت بقى فيه صمت بقى هم برضو يعتمدوا على الأداء بالكلمة الممثلة والأداء بالكلمة الملحنة لغاية ما تطور هذا الأداء ووصل لتطوره وزارته على يد من؟ شمس الدين ابن دانيال الكحال على يد من؟ شمس الدين ابن دانيال الكحال في عهد السلطان الظاهر في مصر ابتدى في مصر ابتدى سن التطور للموضوع ده على يد من؟ شمس الدين الكحال ده كان أصل عراق ماشي وعهد سلطان الظاهر حيث يعد الفن ايه؟ حيث قدم فن شمس الديني ابن دانيال الكحال ده قدم فن ايه؟ عبارة عن ايه؟ مزيج من المصرح التجريبي الإمائي الإمائي يعني إشارات إمائي إشارات جاست شارج تمام؟ فمصرح تجريبي إمائي يعني مصرح بالإشارات يعني كانوا تمثيل صامت ماشي يبقى قدم ايه بقى اللي هو شمس الدين ده؟ مصرح تجريبي إمائي يعبر عن ايه بقى؟ نقد المجتمع النقد الإجتماعي أو الإسقاط السياسي من وراء شاشة خيال الظل ومن هنا ظهر خيال الظل يبقى هو قدم مسرح تجريبي إمائي من وراء شاشة خيال الظل بتاع بيحكي عن ايه المصرح ده؟ النقد الإجتماعي أو الإسقاط السياسي على ايه؟ ما السلطان الظهر كان حاكم فهم كان بيعمل إسقاط سياسي ومن هنا بدأ خيال الظل بعد كده هيتطور للأرجوز بعد كده هيتطور لصندوق الدنيا وبعد كده هناخد في زمن الحملة الفرنسية وبعد كده التحبيز الالتجال الحكواتي والأدباتية وبعد كده هنوصل لعصر محمد علي أول حاجة يبقى ميني أول خطوة اللي عملها شامس جديد وعمل إيه خيال الظل التجربة الإمائية من وراء شاشة خيال الظل هنتكلم بقى دلوقتي عن خيال الظل ايه هو خيال الظل؟ هو ناكاس ظل الإنسان أو الأشياء وبالأخص العرقس على حائط أو سطارة بادياء من خلال توسط الإنسان أو الشيء اللي هو العرقس بين مصدر الضوء والحائط أو السطارة تمام؟ يعني ناكاس الظل بتاع الإنسان أو العرقس دي على الحائط أو السطارة إزاي هيقف الإنسان؟ في الوسط بين مصدر الضوء والحائط أو السطارة وطبعا قلنا اللي عرق في الفن ده هو شامس الديني ابن دانيالي كحال من أصل عراقي يعرف هذا الفن في الإنجليزية بمصرح الظل أو في الفرنسية بالظل الصيني ويقول عنه إبراهيم حمادة هو استلاح عربي شائع اتخذ معناه المستقل عفوا هو استلاح عربي شائع اتخذ معناه المستقل وانظهر في ضمير الشعب وحياته التعبيرية اليومية تمام؟ حتى اكتسب دلالته الخاصة وان الصحة اللغوية للتعبير هي ظل الخيال وليس خيال الظل ده مين اللي بيقول ده؟ إبراهيم الحمادة قال ان الصحة اللغوية لللفز هي ظل الخيال وليس خيال الظل ليه؟ لان المقصود من المخيلة هي صورة ظلية التي يعكسها الخيال المادة أمام الدوق وتعرف تمثليات خيال الظل بالبابات وانصverها بابا يعني التمثليات أو الحكاية التي صنعها بابا تمثليات التي اعملها خيال الظل الوه وراء السطرة اسمها بابا وجمعها بابات وترك لانا شمس الديني من الديان 3 بابات يعني ايه؟ تلت تمثليات تلت كصص الذي هم المتيم عجيب وغريب وطيف الخيال او الامير怎麼了 عفوا او الامير وصال بطيف الخيال او الامير وصال تمام هناخد بقى في الخيال الزل ايه تاني موضوعات خيال الزل قلنا موضوعاته اجتماعية تتناول نماذج مختلفة وتصور طبيعة عملها ومشكلتها موضوعات اجتماعية تتولى تتناول نماذج مختلفة وتصور طبيعة عملها ومشكلتها خيال الزل كانت باباته مكتوبة بالعمية في صورة نظم او نصر مسجوع يبقى البابات كانت مكتوبة بالعمية في صورة نظم او نثر مسجوعة خصائص خالص ظل لم يكن له دور مسرح ثابت ملوش مسرح ثابت احنا قولنا احنا لسه ما نشاءناش مسرح اصلا احنا كده يستاره وبيقفوا ويمثلوا عليها وكده ووراها وكده وبينعكس ظلهم مسرح ايمائي بالاشارات من تنفيس صوت يعني كل ده محدش نطق لسه يفى لم يكن له دور مسرح ثابتة ولكنه كان يمثل في خيام متنقلة او احواش خشبية دي اول حاجة من الخصائص وتاني حاجة التمثير يجري على سطارة بيضاء يعكس عليها الظل العرائس المصنوع من الخشب او الجلد خلفها مصباح يعكس ظلها المتحركة على السطارة يبقى كان زبان في بدايته كان عبارة عن عرائس التطور بتاعه بقى بنيا دمين لكن هو زمان كان ايه عرائس مصنوع من الخشب او الجلد العرائس مكونة من عدة مفاصل تالت حاجة تلات نقطة العرائس مكونة من عدة مفاصل يحلكها يحركها عفوا صاحب الخيال او المخيل يبقى الراجل اللي بيمسك العرائس دي ويحرك اسمه ايه صاحب الخيال او المخيل تبقى يحركها ده الراجل ده بيحركها ايه تبقى لمقتطيات الحوار او مقتطيات الايه الحدث اللي بيحصل رابع نقطة صاحب الخيال او المخيل يلقي الحوار بمفرده مع تلوين صوته وتلوين صوته عفوا وتغييره تبقى لجنس الشخصية وطبيعتها والموقف التمثيلي قلنا للعرائس ما بتتكلمش لكن فيه هو صاحب الخيال او المخيل هو اللي بيتكلم بيتكلم زي بتلوين صوته يعني يغيره تبقى لجنس الشخصية يعني راجل ولا ست طبيعتها يعني مثلا شخصية راجل صوته اجش ولا راجل ناعم الموقف التمثيلي ايه اللي بيحصل لحدث الموقف فيه خوف فيه رعب كده بدي قلنا خصائص غالص هناخد الاراجوز هو فن شعبي يعتمد على تحريك العرائس بس المرات دي اعلى صندوق خشبي مش ورا ستارة اعلى صندوق خشبي يخفي خلفه صاحب الاراجوز يبقى التاني اسمه ايه التاني اسمه صاحب الخيال او المخيل ده اسمه صاحب الاراجوز الذي يحكي بصوته مميز القصة المصاحبة لحرقات العرائس ويعتمد هذا الفن على العرائس فقط دون الاعتماد على الظل ده الفرق بينه من خيال الظل تمام ويقول محمد مندور ان العرائس تبرز من اعلى الشاشة اللي هو من اعلى الصندوق الخشبي وتقوم بيحركها وتقوم بحركاتها المصاحبة للحوار الذي ينطقه مين صاحب الاراجوز وكاية وظيفة السطار او الصندوق الخشبي هي فقط اخفاء ما يجري وراؤه تعددت القراء حول كلمة قراجوز هناك من يقول انها كلمة تركية مركبة من اللفظتين قرة وتعني اسود وجوز وتعني عين وذلك فانت القراجوز تعني العين السوداء وسميت بذلك لسببين اما انه يقوم الذي يقوم بالتمثيلة فيها او صاحب القراجوز هما الغجر والغجر صود العيون او لانه فن ينظر الحياة من خلال منظار اسود تاني حاجة تاني رأي يرى العالم الالماء لاتمان ان كلمة قراجوز هي تحريف مصري لاسم قراجوش بالقاف قراجوش وهو وزير في العهد الايوبي قد اشتهر بالظلم فسخر منهم مصريين بتحريف اسمه الى قراجوز بالقاف برضو قراجوز والتفسير الاول اللي هي الكلمة من قص تركي وقرة اسود وجوز تعني عين هو الأصح ليه لان ما جاء من بعده من تفسيرات قائمة على معناها وان الكلمة تركية الاصل حيث وان الفن في الاول عرفة في تركيا احنا عندنا سبابين لصحي ده لان الفن في الاول عرفة في تركيا وان التفسيرات التي جاءت بعده قائمة على معناها هناخد بقى الصفصافي محمد جمع الصفصافي محمد في العاصل حديث بين الأرجوز وخيال الزرل قال لي احنا هنعملهم يعني منهجية هندخل ونعملهم مرج مع بعض هندخل مع بعض ونعملهم منهجية واحدة هنسميها ايه منهجية دي ليه تبنجهم اصلا لان كل منهم يعتمد على العراق بس قلنا فرق السطارة هنا في الزل بيشوفوه لكن هنا يبقى الصوت بس والعراسة بتتحرك لان كل منهم يعتمد على تحت عنوان جامعة بانهم تحت عنوان ايه المصرحية الظلية وقال ان المصرحية دي لها او لها سمات انها تتكون من اربع فصول اول فصل المقدمة وهي عبارة عن سبع حاجات فيها اول حاجة افتتاحية ثم غناء ثم ابتهال لله ثم دعاء للحاكم ثم الشكر للمتفرجين ثم التمني لهم بالمتعة بالتبتع ثم العبرة سبع حاجة العبرة يقول عبرة في نهاية وكل هذه عن طريق الراوي يبقى الشال صاحب الارجوز وشال صاحب الخيل او المخيل وحط مكانهم الراوي الذي يقوم بدوره ويسمى الراوي ساعتها في المصرحية الظلية الحاجة واد الحاجة واد الحاجة يعني حا الف جيم مية واد وو الف دال حاجة واد يبقى المحاول او الراوي اسموا ايه الحاجوات وهو اللي بيعمل السبع حاجات دول في المقدمة هو نقولهم تاني الافتدحية ثم الغلاء ثم الابتهال الى الله ثم الدعاء للحاكم ثم شكر المتفرجين ثم التمني لهم بالمتعة والاستمتاع بالمصرحية يعني ثم ايه العبرة تاني نقطة بعد المقدمة المحاور المحاورة عفوا المحاورة وهي تعتمد على اللفظة اعتمادة بكلية وتدور المحاورة بين كرة الكرة جوز او اللي هو القرى جوز هو اللي هو الكرة جوز والحاجة واد وهدفها تسليطة ضوء على الفوارق الشخصية من كرة الجوز والحاجة واد الذي يمثل كل منهما نمطا معينة من البشر يعني بعد كده قال هو عمل لها منهجية هو حط اطار وسمى المصرحي الظلاء وقال فيها مقدمة واني بعد كده هيبقى الكاركتر اللي هو الكرة الجوز اللي هو القرى جوز هيتكلم مع الحاجة واد اللي هو الراوي وهيعملوا منهم ايه عشان كل واحد يعرف نفسه اللي هو مع انطالي المحاورة ويعرف نفسه ويبين شخصيته قدام التاني قدام الجمهور يعني بعد كده الفاصلة وهي كل الاحداث التي تتكون منها الباب قلنا الباب يعني ايه التمثيلية بقى احداث المصرحي الظلية اللي هي ايه الفاصلة اللي هي تعتبر بتسمى المصرحية نفسها وتشترك فيها بقية شخصيات الموجودة لو في مع القرى جوز شخصيات تانية هي بتطلع بقى في الايه في الفاصلة او في جملة الاحداث التي تتكون منها الباب اخر حاجة الخاتمة يقدمها في الخاتمة كرة الجوز او القرى جوز يعني هو اللي بيقدمها يبقى المقدمة يقدمها الراوي والخاتمة يقدمها كرة الجوز يقول فيها ايه بقى يتمنى فيها المشاهد ان يسيبه ما اصاب البطل من خير ويجنبه ما وقع فيه من شر تاني حاجة يعتذر عن اي قصور ظهرت في العرض ويالتالت حاجة تمني تلافيها في العرض القاضي تمام بعد كده ظهر فن اسمه صندوق الدنيا صندوق الدنيا هو ابعد الاشكال عن فن المصرح واقربها الى السينما ليه لانه يعتمد على الصور المتحركة المتتابعة التي ينظر اليها المشاهد من خلال الفتحة زجاجية يبقى الصور متحركة متتابعة ينظر اليها المشاهد عن طريق ايه فتحة زجاجية ويعتمد صاحب الصندوق يبقى عندنا اسمه ايه صاحب الصندوق على التزامن بين حركة الصور الصور عفوا التزامن بين حركة الصور من خلال الفتحة وسرد القصة اللي بيقولها ايه اه صاحب الصندوق ماشي يبقى هو اللي بيعتمد يعتمد صاحب الصندوق على التزامن بين حركة الصور من خلال الفتحة وسرد القصة الذي يقوم بها هو صاحب الصندوق ده تكأنين امام شريطين احدهما للصورة والاخر للصوت تمام؟ وكان يقوم على سرد السيار الشعبية يبقى في صندوق الدنيا بنسرد ايه؟ السيار الشعبية مثل عنطر بن شداد وسيف ابن زي يزين سيف ابن زي يزين والسفيرة عزيزة بعد كده في زمن الحملة الفرنسية عرفت عرفت فكرة المسرح ولم يوجد هناك مسرح قائم الفكرة بس عرفناها زي ما تكون كده جاي يعني فيه جهاز حديث طلع في اوروبا وانت شفته بس وجي واحد اجنابي شفته مع الجهاز لكن انت عملت جهاز لا انت ما عملتوش هما بس لما جد الحملة الفرنسية كان فيه مسرح يوناني ومسرح متطور جدا وانواع واشكال كتيرة من المسرح في اوروبا فلما جو من الحملة الفرنسية كانوا بايه كانوا طبعا حملة قاعدة تلات سنين فكانوا بايه عملوا مسرح صغير ليهم كده بانوهم في التلات سنين وقعدوا يمسروا بيسالوا نفسهم الجنود يعني بالبلد كده فالمصريين قعدوا يرقبوا ايه اللي بيحصل ده هو ايه اللي بيحصل ده يوعدوا يتفرجوا عليهم ايه ده تعالوا تنفرج ايه تعالوا بص كده ايه اللي بيحصل فعرفت في زمن الحملة الفرنسية فترة المسرح ولم ينشأ مسرح بعد حيث كان مصرون يشاهدون لأول مرة من خلال سكوب أسطور الخشبي المصنوح حول المسرح الذي صنعوه وتهو الحملة الفرنسية يشاهدون في اضواء المسرح والممثلين والدكور والسياب والموسيقى والكورس كل ده عملوا فين الحملة الفرنسية عملت مسرح فين في منطقة الأسبكية ومازال المسرح ده موجود حتى الآن في منطقة الأسبكية تمام فن التحبيز شهد في القرن السبعتاشر وبدايات القرن التمنتاشر مع حكم محمد علي فن التحبيز هيبتدي من أول ما مسك محمد علي هيبتدي فيه فنون يعني تفضل في بدايات حكمه اللي هو فن التحبيز والارتجال الهزري والحكواتي والأدباتي بعد كده لما محمد علي والمسرح هيبتدي يعمل يرسل بعثات وتطوع هيبتدي البعثات الجبلينة بقى فكرة المسرح كما أنزلت بالبلد كده كما أنزلت اللي هو الدكور والمسرين والسياب وكده طبعا مش هجيبها بالنص بس هيبتدي هيبتدي ينشئوا مسرح فعلا بس في بدايات حكم محمد علي كان فيه شغال أربع أنواع فنون هو فن التحبيز والارتجال الهزري والحكواتي والأدباتي نتكلم عن فن التحبيز هو مزيج من الهزل والسخرية والحركة يجمع عدد من اللعابين أو العارضين أو الممثلين اللي يقدموا عددا يمزج بين الدراما والسرك قلنا بقى اللي هو الهزل والسخرية والحركة حركة يعني فيه دراما فيه حركة الهزل والسورية اللي هو السرك يبقى يجمع بين ايه الدراما والسرك امام الناس بمثابة مصرح الشارع وكان بيمثل في الشارع فوقع طول مصرح الشارع يبقى يمزك من ايه الهزل والسخرية والحركة او بين والدراما والسرك المصرح الارتجالي هو نوع شعبي من العرض المصرحي يعتمد على تلوين الصوت تلوين الصوت يعني تغييره ولغة الجسد والأزياء الهزلية زي بيلبسه زي بس يدحك كده ماشي ده الارتجال الهزلي وهو عرض كوميدي يجمع بين الدراما وفن التهريج يبقى التحبيز دراما وسيرك الارتجال دراما وتهريج وكان يقدم في المقاهي وفي الحفلات وفي الشوارع وعندها أبواب الأغنياء وهو نوع آخر من المصرح الشارع يبقى التحبيز مصرح شارع الارتجال مصرح شارع الحكواتف هو نوع شعبي من العرض المصرح اعتمد برضو على تلوين الصوت ولغة الجسد والأزياء الهزلية والموسيقى الحكواتي فيه موسيقى مثل الربابة مع الحكوات نشو كان برضو يقدم في المقاهي والحفلات والشوارع وابواب الأغنياء بس هو فيه فرق طفيف من الارتجال الحزلي والحكواتي الحكواتي معه موسيقى مثل الربابة الارتجال الهزي هو عرض كوميدي يجمع من الدراما وفن التهريج بعد كده نتكلم عن الأدباتية هي طائفة من الفنانين الشعبيين الذي تم التعوم بقدر فائق على ارتجال الشعر والتحاول بشكل مقفى يعني فيه قفية والتسور من خلال أبيات تنتمي إلى الشعر الفوكاهة أو الحلمانتيشة أو الزجل الساخر ماشي؟ يبقى هما طائفة من الفنانين الشعبيين يتم التعوم بقدرة فائقة على ايه؟ ارتجال شعر يعني بيقولوا شعر وهم يبقى ده شعر يبقى الأدباتية ده شعر ارتجال شعر والتحاول أو يتحاولوا مع بعض عن طريق ايه؟ بشكل مقفى يعني بيقولوا أخي القرام بقفايات كده يعني عمان يردوا على بعض بقفية وكانوا بيستخدموا للشعر ده اللي بتتسول ماشي؟ بقى بيات شعالية تنتمي للشعر فوكاهة أو الحلمانتيشة أو الزجل الساخر ماشي؟ موضوعات وتتناول موضوعات العادات والتقاليد بالنقض ينقضوا العادات والتقاليد عادات ايه؟ بس عادات ساخرة عشان الناس تتحكي انه بقى كان برضو غرضه يميوني قولنا انه هو ايه؟ هو شعر فوكاهة أو حلمانتيشة أو زجل ساخر يبقى كان جارده برضو فوكاهة يتناول ايه بقى؟ العادات والتقاليد بالنقض حيث ايه؟ الحديث عن زوج الاثنين اللي هو الراجل مجاوز اثنين أو حامات الزوجة التي تسبب في خلق مشكلات لزوج ابنتها أو الزوجة اللغبية التي لا تنتهي مطالبها الغير ضرورية أو التي تغرع زوجها غير عمياء مما يسبب خراب البيت أو تتكلك تعشق تقليد الأخريات ولا تهتم ببيتها ونظفته من الداخل ولا بقى بولدها ولا بزوجها ولا ايه حاجة كل ذلك ليه؟ لطرح القصص الطريفة المسلية التي يضحك الناس عليها ثم ايه؟ يطلب الأدباتية العطاء من الناس بيقفوا يحكوا قصص ويطلبوا ايه؟ ويطلبوا لمفلوس بقى زي اللي هو كان بيحصل زمان في 1980 و 1990 اللي هو اللي يجي معاه ارد كده ويقف يطبل في الشارع وياخد فلوس من الناس كده تمام؟ نتكلم بقى عن فرقة الأدباتية نفسها هي عبارة عن فرقة تتكون من ثلاث أفراد أو أكثر يتوسطهم شيخ الأدباتية هو رقل ضخم الجثة في الغالي يتولى الانشاد ثم تتبعه البطانة اللي هم بقيته الأدباتية دي اسمها البطانة بتكون بترديد وهذه المرضات اللي بترد عليها بيأشبه بقفل الموشح أو ايه أو تقرأ الشطر الأخير اللي ما يقوله شيخ الأدباتية يعني لإما هو بيقول موشح وهي بتقفله البطانة دي أو بترديد آخر الشطر اللي ما يقوله ايه شيخ الأدباتية كان شيخ الأدباتية يحمل آلة خشبية اسمها بازة يحمل آلة خشبية بازة المصحرات وهي fåق من النحاس خشبية يعني جار جار كده بتاع علبة كده عن حق النحاس مشدود عليها الرقل من الجلد السميك ويدقي عليها بكدع من الجلد مشدود عليها برطمان برطمان من النحاس مشدود على الغضاء رقع من الجلد ويدقي عليها بكدع من الجلد برضو. ماشي. وتصدر اصوات اه مجموعة من اصوات الرنانة اسمها اه الدمات. الدمات. عارفيني الدمة والتكة? هو ده الدمة. الدمات. التي لا تتغير من لحن لاخر. من حين لاخر. تمام? ده كده شرحنا شيخ الاوداباتية وايه اللي ماسكه في ايده. اللي هتشبه بازة المساحراتي وبيعمل ايه هو بيقول الانشاد والبطانة بترد عليه. كانوا فريق الاوداباتية يقوم بيه. اي 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 عشة لهم بقى الملايح بتاعته. كانوا بيصبخوا وشون باللون الابيض اللي هو بالضيئ. ويقوموا بالتخطيط عليه باللون الاحمر والاصفر. لتقديم صورة كاركاتية لهم. ماشي. اما بلاباسهم فتشبه. اه تشبه. اه تشبه البرنوسا اللي هو عباقة مغربية. تشبه البرنوسا اللي هي عباقة مغربية وهي قماشة مخططة بخطوط طولية ملونة. يعني بيتبسوا عبقة مغربية اسمها برنوسة. وهي مخططة بخطوط طولية ملونة. اما ده كده قلنا وشوهم عليه ايه? اللي بسوهم عليه ايه? يضعون على رأسهم ترابيش حمراء. يكبسونها على رأس حتى التغاط للأزنية. عايفين بيحطوا التربوش لغاية ما يوصل لغاية ودنهم ودنهم كده بالبالة كده الترتق. فيبقى شكلهم مضحك. ايه? عشان نوع من انواع لهذا. ماشي? في شكل ساخر مضحك. وهم ما يميز الترابيش هو الزر. الزر الطويل الذي انتهي بكرة من القماشة ملونة. آآ الزر اللي هو اللي هو الشعر اللي بيقى في التربوش ده. واخره في كرة كده. من القماشة ملونة تتحرك وتتميل عندما يتميل الايه? الاوداباتي بالرأس واثناء الغناء. وتكون بذلك الزر ده يوم من ايه? صورة مرئية للايقاع الذي يعزفه الاوداباتي. يعني الكل ما يعصف موسيقى هادية يحرك رأسه بتراب معينة. فيبقى دي صورة مرئية لللايقاع اللي هو بيعزفه. او الرتم اللي هو ماشي عليه دي الصورة المرئية ليه. تمام? كانت طائفة الدباجة بقى بتاعتهم. ماشي? كانت طائفة الاوداباتية تبدأ كلامها بالحمد لرب العالمين. يقوله الحمد لرب المقدر. خالق الاوراق على الشجر. وهي في تحية اجبارية. الحمد لرب العالمين. ثم الصلاة على النبي. الحمد لرب العالمين. والصلاة على الهادي نبينا. ثم تبدأ الفرقة في استعراض الموضوع عن النقد الساخر. بقى قلنا واحد وحماته اه زوجة غبية اه زوج الاتنين. ماشي? موضوع النقد الساخر. مثال بقى هناخد حتة الدكتور كان قيلها. انا الاديب الاوداباتي. وغلب حماري مع امراتي. بقى ده مشكلة واحد مع امراته. بقى انا الاديب الاوداباتي. وغلب حماري مع امراتي. ارعى وعملالي زواتي. ونفسها تلبس حبرة. ارعى عاملازي يعني هي يعني بيقولك دي مراتي دي ما ما تسويش. وارعى يعني ما ملهاش ايما وعملالي زوات. عاملالي زوات. ونفسها تلبس حبرة. حبرة دي نوع من النوع القماش الفخم يعني. ده بقى هنا للموضوع عن النقد الساخر بيقول. دي مسال عليها. اه الاوداباتيه ليهم اه صفتين تاني هما ورثة المدحين. ليه بقى? لان هم اعتادوا على متح اسيادهم من الحكماء والامراء. والتغني بمحسنهم بغية العطاء. كانوا بيزدجدوا كده بيقولوا بيقولوا الشعر. هم بيقولوا شعر. بيقولوا شعر. بيقولوا الشعر بتاحهم متح عشان الامراء عشان ايه يستجدون العطاء. يطلبون العطاء. واذا لم يعطوهم تحول مدحهم الهجاء. مثل فرقة. عندنا الفرقة اللي كانت اللي هو مورثة المدحين او اللي كانوا بيعملوه حرقة دي. اسمها المواوية. فرقة المواوية. على التقف امام ابواب البيوت. اهل القرية تمدح رب البيت باسمه. حتى ترى المنح والعطايا منه. واذا زاد العطاء زاد المدح. اما اذا قلل العطاء انقلب المدح الى هجاء لازع وساخر. لذلك كان الناس وخاصة علاقة القوم يتجنبون الهجاءهم بالجزاء وعطايا الزائدة. ماشي? تاني حاجة اشتهر القدباتية بقلب الشعر الجد الى شعر ساخر مضحك. فكانوا يعارضون او يحاكون يعني يقلدون معاني القصائد الجدة ويوفقون وزنها حتى تنقلب الى ايه? اوزان ساخرة وقوافي ساخرة. يعني بيقلدوا قصائد الجدة فمعشان كده بيقلبوا الشعر الجد الى ساخر بيقلدوا معاني القصائد الجدة. بيقلدوا معانيها لكن بطريقة هزلية ويوفقون في اوزانها يوفقوا الوزن بطريقة هزلية. والشعر عندهم يعتمد على حضور البديهة واللجاجة في الطلب والالحاح في السؤال. يعني عندهم بديهة عشان هما بيعملوا ارتجال الشعر اصلا لجاجة في الطلب واللحاح في السؤال ان هما كانوا الشعر بتاعهم غارضوا ايه? من الاوداباتية. اثناء عقامة عبدالله نادي في طنطة عند شاهين باشا. ناظر اثنين من الاوداباتية. وهم بدروه السؤال انعم بكرشك يا جندي. يعني دينا حاجة. انعم بقرشك يا جندي. وإلا اكسينا اماليا فاندي. يعني ولا ولا تكسينا. اكسينا يعني اكسينا. وإلا تكسينا ماليا فاندي. إلا وانا وبعد كده. ده بتكلم هما الاثنين وبعد كده واحد كان. إلا وانا وحياتك عندي. بقالي شهرين جعان. او جوعان. فرد عادي عبدالله النديم على سبيل المزاح. اما فلوس ما عنديش. اما فلوس انا ما عنديش. وانت تقول لي ممشيش. اقوم اما اللصلك ودانك. واستمرت المناظرة ساعة مما دفع شاهين باشا الى استدعاء. شيخين من الاوداباتية هما داود والحج اسماعيل. امهر الاوداباتية. لعقد مبارزة للضحك والاستدعاهم. وكانت مشروط بيدفعها الف كرش الاوداباتية حالة فوزهم او ضربهم بالكرباج حين خسارتهم امام عبدالله النديم. بدأ الشيخ داود هو كان داود واسماعيل. بدأ داود قاله. اول كلام يا حمد الله ثم الصلاة على الهادي. ماذا تريد يا عبدالله قدام امرنا واسيادنا. امرنا واسياد يا عفوا. فرد عبدالله نديم انا اريد احمد ربي بعد الصلاة وعلى المختار وان كنت انت تطمع في ادبي اسمعك من حسن الاشعار. هوريك احلى شعر عندي. وزلت هذه المناظرة تلات ساعات حاج تعجز الاوداباتية اللي هو الحاج الشيخ داود والحاج اسماعيل. وعطاهم شيهين باشا يعني ولم يضربهم بالقباض وعفى عنهم وعطاهم ايه نصف الالف ارش. دي كده خلصت الاوداباتية. هنتكلم اثناء حكم محمد علي واثناء وجود هذه الفنون نهض التعليم ورسلة البعثات وظهرت الصحف والطباعة وظهرت الصحافة عفوا والطباعة وظهر المسرح نتيجة امتزاج الثقافات بعد اكتياز حاجز اللغة اللازل سقطة مع انشاء مدرسة القلسوم. بمعنى لما امتزجت الثقافات بقول البعثات تجيب لنا ايه اه زي احمد شوق ايه وعبدالله شرقاوي جابونا مصرحيات كانوا متأثرين بموليير وكانوا متأثرين بناس كتير فجابونا امتزجت الثقافات ده واكتاز بعد اكتياز حاجز اللغة اللازل سقطة مع انشاء مدرسة لان عرفنا نتلجي من المسرحيات او ناخد الافكار منهم من المسرح الاوروبي لما سقط حاجز اللغة ما بيننا وبينهم مع انشاء مدرسة الالسوم اه كده الجزء الاول خرص يا رب ماكنش دولت عليكم يا رب اتكونوا عرفتوا عرفت اوصل لكم حاجة في منهج اللغة العربية الجزء الاول اه اقولوا لي رأيكم لو حابين اكمل اكمل وشكرا لكم جدا ودوجتكم الصراحة بقى لي ساعة لربع تقريبا يا رب كونسته فتو شكرا لكم